السيد الرئيس بشار الاسد يقول ان الدعم الروسي لسوريا ساهم في التخفيف من معاناة الشعب السوري الجعفر يؤكد ان استمرار بعض الدول بتشويه الحقائق وتسييس الملف الانساني يهدف لخلق كيان ودول للارهاب داخل سوريا سلاح الجو في الجيش العربي السوري يدك معاقل الارهابيين في ارياف ادلب حما وحلب ويلاحق تكفيري جبهة النصرة في ريف اللاذقية من دمشق الاخبارية السورية تحييكم نشرة الاخبار تاتيكم على الهواء مباشرة اهلا بكم استقبل سيد الرئيس بشار الاسد وفدا روسيا برئاسة ديمتري روغوزين نائب رئيس مجلس الوزراء في روسيا الاتحادية ونواب وزراء الخارجية الدفاع التنمية الاقتصادية الطاقة والزراعة في جمهورية روسيا الاتحادية وتناول الحديث خلال لقاء العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط السوريا وروسيا والتنسيق القائم بين البلدين في مجال محاربة الارهاب الى جانب تعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية واشار سيد الرئيس الاسد الان السياسات والمواقف التي تنتهجها روسيا سواء على المستوى الدولي او فيما يتعلق بالحرب الارهابية التي تتعرض لها سوريا اكدت موقع موسكو الطبيعي كقوة عظمى اساسها المبادئ والقيم والتمسك بالقانون دولي واحترام سيادة الدول وحقها في تقرير مصيرها ولفت السيد الرئيس الاسد الى اهمية الدعم الروسي لسوريا في مختلف المجالات وخصوصا في الجانب الاقتصادي لانه ساهم بشكل ملموس في التخفيف من معاناة الشعب السوري بسبب الحرب الارهابية التي يتعرض لها والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليه منذ سنوات اكد مندوب سوريا دائم لدى الامم المتحدة الدكتور بشار الجعفر استمرار بعض الدول باتباعي ذات النهج السلبي والخاطئ الذي يعتمد على تشويه الحقائق والاتجار والاستخفاف بمعاناة الشعب السوري وتسييس الملف الانساني بهدف خلق كيان ودويلة للارهاب داخل سوريا لقد جاءت بيانات بعض الدول وبيان وكيل الامين العام للشؤون الانسانية مطابقة لتوقعاتنا من حيث استمرارها للمرة الثالثة والثلاثين باتباع ذات النهج السلبي والخاطئ الذي يعتمد على تشويه الحقائق والاتجار والاستخفاف بمعاناة الشعب السوري وتسييس الملف الانساني وذلك بهدف شيطانة الحكومة السورية وخلق كيان للارهاب وخلق دويلة للارهاب داخل سوريا هذه هي الخطة خلق دويلة للارهاب داخل سوريا أمر واقع أمر واقع وأطلع الجعفري مجلس الأمن على جانب من المجازر التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية بحق الأطفال في حلب التي لم تستوجب أي اهتمام من بعض أعضاء المجلس إنما يحلو لبعض الأطراف والدول تسميتها بمجموعات المعارضة المسلحة من غير الدول قد ارتكبت يوم أمس 20-22 نوفمبر مجزرة شنيعة جديدة متعمدة وعن إصرار مسبق عندما أطلق أرهابيوها المتواجدون في حي بستان القصر في الجزء الشرقي من مدينة حلب عدة صواريخ على مدرستي الفرقان المحدثة وسارية حسون بحي الفرقان في غربي حلب ذهب ضحيتها هذه المرة عشرة أطفال تتراوح أعمارهم بين سبعة أعوام و12 عاما وإصابة 59 آخرين بجروح بينهم إحدى المعلمات إصابتها خطرة أدت إلى بتري ساقها هذه هي صور المدرسة التي تم قصفها هذه هي صور المدرسة التي تم قصفها في حلب من قبل المعارضة المسلحة المعتدلة المعدلة وراثيا طبعا هذه الصور لا تهم البعض ولن يتحدث لكم عنها سلاح الجو في الجيش العربي السوري يستمر في دك معاقل التنظيمات الإرهابية في أرياف إدلب حماء وحلب أوكار التنظيمات الإرهابية في طيبة الإمام واللطامنة والناصرية وتلسكيك ومحيطه وحصرايا والمصاصنة وموريك وغيرها العديد من البلدات بريف حماء كانت أهدافا للطيران الحربي في الجيش العربي السوري ما أسفر عن مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير مقراتهم كما تم تدمير آليات للإرهابيين في ضربات مركزة استهدفت أوكارهم في الثمانع بريف إدلب ما أدى إلى مقتل عدد من الإرهابيين إلى ريكو وقلب الشرقي حيث نفذ سلاح الجو طلعات على محور تحرك آليات لتنظيم داعش الإرهابية تزامنت مع رمايات دقيقة للسلاح المدفعية على أحد تجمعاتهم قرب بلّة دير حافر أدت إلى تدمير عشر سيارات دفع رباعي مزودة برشاشات ثقيلة والقضاء على عدد من أفراد التنظيم التكفيري كما تم تدمير سبع سيارات مزودة برشاشات بمن فيها من إرهابيين شرق الكلية الجوية عملية عسكرية ارتدتها وحدة من الجيش ضد تحركات التنظيمات الإرهابية التابعة لتنظيم جبهة النصر جنوب غربي مخيم النازحين بمحافظة درعة أدت إلى تدمير عدة عربات بمن فيها من إرهابيين إضافة إلى تدمير أحد المقرات التي كانت تتخذها التنظيمات الإرهابية منطلقا للاعتداء على نقاط الجيش في المنطقة على الخط نفسه سقط عدد من القتلى والمصابين بين صفوف الإرهابيين وتم تدمير عربة مزودة برشاشة خلال أعملية للجيش والقوات المسلحة على أحد تجمعاتهم في بلدة كباني بريف اللاذقية الشمالي ارتكب الطيران الحربي التركي مجزرة في بلدة الشيخ ناصر شمال شرق مدينة الباب بريف حلب رحت ضحيتها سبعة من المدنيين على الأقل وذكرت مصادر أهلية وألمية متطابقة أن طائرات حربية تركية بمشاركة طائرة أمريكية بدون طيار قصفت المنازل في بلدة الشيخ ناصر ما تسبب باستشهاد سبعة مدنيين وإصابة عشرة آخرين والحق دمار كبير في عدد من المنازل وارتكب النظام أردوغان في التاسع عشر من الشهر الماضي مجزرة ذهب ضحيتها أكثر من مائة وخمسين من المدنيين باستهداف الطيران الحربي التركي قرى وبلدات حساجك الوردية حسية غلس روج سد الشهباء احرس امحوش في ريف حلب الشمالي إلى ذلك استشهدت طفلة بلغة من العمر خمس سنوات وأصيب ستة أشخاص بينهم طفلان بقذائف أطلقها إرهابيون على بلدتين فوع وكفرية المحاصرتين في ريف إدلب الشمالي وفادت مصادر للإخبارية بأن إرهابيين يتمركزون في بنج ومعارة مصريين المجاورتين أطلقوا قذائف هون وصاروخي على البلدة ما تسبب باستشهاد طفلة وإصابة عدد من المواطنين بجروح ويحاصر الإرهابيون البلدتين الواقعتين في ريف إدلب منذ العام 2011 ويمنعون إدخال المواد الغذائية إليهما إضافة إلى القصف المتكرر والعشوائي للمدنيين الآمنين في كفرية والفوعة بخلال لحظات إيجانا خمس إصابات شديدة كلية في الصدر والرأس والأطراف طبعا كانت من قذائف الحقد قذائف الإجرام بدأت تنهال على البلدتين كفرية والفوعة من بعض الظهر إلى وقت المغرب حياء كلياتها كانت عائلة بالكامل أم وأولادها وحدة شهيدة الأم والأولاد البائين كان إصابات شديدة كما قلت في الصدر والرأس أيضا في عنا اثنين من الرجال وصيبوهن بالشارع القذيفة طبت بالحارة عندنا طبت بدار الفاقف فيها خمس أطفال وأبوهن وأمهن واللي كانوا بالطريق كماني صوابتهم القذيفة ونقلوها على المستشفى رجال ضرب من معرفة مصرين مش مال بريدوا هني هالشي عبد ضربوا علينا بريدوا إنا عحالهم ما بنسامحهم كل ضربة بتضربونا نبريئين لحنا ما نزم ليش ها بضربونا بس وسكناها لرب العالمين بعد الفاصل سلطات الاحتلال تغرم مؤذن مدينة اللد بمبالغ مالية لرفعه آذان الفجر بشخص محاصر يسرين حلب مركبة من كل هالوجوم المسلحين عجزة تحتالي شوفوا هالوجوم ما حدا شافه إلا ما مات من المسلحين من قتلوا عائدنا أما اللي مش هفونا بيحلموا يشوفونا بيحلموا يشوفونا بيحلموا عائشين شوفوه ورح نضل صامتين رح نزل إجازة على البيت ورح نرجع رح نقاتل ورح ننتصر ورح ننتصر وانتو حاصلتونا سنة نصر رح نحاصلقون العمر كلو أهلا بكم من جديد تحت عنوان دمشق منشور الأمل اختتم في روما المؤتمر الدولي لتعايش الديني والحوار بين الأديان مراسلتنا جودي يعقوب والتفاصيل اختتم المؤتمر الدولي التي انطلقت فعاليته من روما تحت عنوان دمشق منشور الأمل دراساته في التعايش الديني والحوار بين الأديان تحت رعاية المعهد الشرقي البابوي المؤتمرية ضمن التزام المعهد بتنفيذ مشاريع دعما للحوار والاعتدال والتسامح وبناء استثمتينة على أساس المواطنة المشتركة حل توافقي شامل عام يجمع كل القوى العالمية خصوصاً أمريكا وروسية مع سوريا هذه فقط يمكن أن تعطي خطة المستقدرين والأمان والسلام لسوريا والضمان للحضور المسيح الإسلامي وللحضور ويتطور البلاد العربية ولحل أيضاً كما قال بابا القضية الفلسطينية أنا عربي ولما كانت سوريا قلب العروب النابض هي بعض الله في قلبي ولذا هذه المؤامرة الدنيئة على سوريا منذ ست سنوات لخرابها على أن سوريا بثوابتها القومية بجيشها الباسل بخيادتها الحكيمة تتخرج من محنتها الطويلة منتصرة يجب علينا أن نستعد الأمل لأن خلال الأحداث التي شهدتها سنوات الحرب أفقدت الأمل عند الكثيرين وأضعفت البلاد الحل هو أن نستعيد الأمل حتى المؤتمر الذي قمنا به اليوم ممكن أن يكون نوعاً من الحل وهناك كثير من الناس مهتمين بالوضع في سوريا والسوريين من خلال الأمل نستطيع أن نترك أفكار العنف ونبحث عن طريق التفاوض ولا يوجد غير حل التفاوض بالنسبة لسوريا والجميع يجب أن يجلسوا معاً على طاولة المفاوضات للوصول إلى الحل وقد خرج المؤتمر بتوصيات تحث على نبذ العف ومكافحة التطرف وإيجاد السبول الكفيلة لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات فما تتعرض له سوريا اليوم بسبب مواقفها الوطنية والقومية يجعل من الصعب التكهن بمستقبلها ولكن عراقة وقوة السوريين في مواجهة الحروب والأزمات عبر التاريخ بادت تحدد مستقبل أمتنا من خلال انتصارات جيشنا السوري الذي نظر نفسه لمحاربة هذا الإرهاب المتصهين جود يعقوب الإخبارية السورية من المعهد الشرقي البابوي روما إيطالي تستمر العمليات العسكرية لتحرير مدينة الموصل من الجماعات الإرهابية وقيادة الحجد الشعبي تولن انطلاق المرحلة الرابعة لتحرير غرب المدينة مع استمرار العمليات العسكرية لتحرير مدينة الموصل من الجماعات الإرهابية أعلنت قيادة الحجد الشعبي انطلاق المرحلة الرابعة لعمليات قادمونة يا نينوى لتحرير غرب المدينة حيث تهدف العملية لعزل وتطويق مدينة تل عفر بالكامل استعداداً لتحريرها وذلك بعد تحرير المطار وقطع الطرق المؤدية إليه غربية محافظة نينوى ضمن التقدم الميداني بسطت قوات الحجد الشعبي سيطرتها على قرية خرابة جحيش جنوب غرب تل عفر في عمليات مركزة أسفرت عن القضاء على عدد من إرهابي داعش وانسحاب آخرين إلى داخل قضاء تل عفر بدوره دمر سلاح الجو العراقي مركز قيادة لعناصر داعش الإرهابية ومخازن للعبوات الناسفة داخل القضاء وذلك استناداً لمعلومات دقيقة من قبل المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقي في غضون ذلك أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق استعادة ثلاث قرى في محافظة الموصل شمالي البلاد من سيطرة الجماعات الإرهابية هذا وتستمر القوات العراقية المشتركة في تقدمها نحو مركز مدينة الموصل وسط مقاومة عنيفة من إرهابي داعش وازدياد عدد النازحين من المدينة منذ بدء عملية استعادتها استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز قلندية شمال مدينة القدس المحتلة بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن وأكد شهود نعيان أن قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز قلندية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة بكثافة جاه شاب فلسطيني بزعم محاولة طعن جنود على الحاجز الأمر الذي أدى لإصابته بصورة خطيرة وتركته ومنع التواقم الإسعاف من إسعافه سلطات الاحتلال تنفذ مشروع قرار اللجنة الوزارية لحكومة نتنياهو بتجريم من يرفع الأذان في الأراضي المحتلة وما يسمى بلدية الاحتلال في مدينة التي تغرم مؤذنا لرفعه أذان الفجر تطبيق قانون منع الأذان في مساجد فلسطين المحتلة بات أمرا واقعا لدى حكومة الكيان الصهيوني فقد غرمت بلدية الاحتلال في اللد مؤذنة مسجدا بمبلغ 200 دولار وذلك بسبب رفع الأذان عبر مكبرات الصوت فرض الغرام يأتي كتطبيق عملي لمسودة قانون منع الأذان الجديد الذي أثر ردود فعلا غاضبة داخل فلسطين المحتلة وخارجها خاصة بعدما صادقت عليه ما تسمى اللجنة الوزارية الصهيونية للتسريع خلال الأيام الماضية القانون الصهيوني يكشف حقيقة الاحتلال الذي يعاد المسلمين والمسيحيين في القدس وفلسطين المحتلة على حد سواء ويحاول بشرط الطرق تمس المعالم الإسلامية والمسيحية في القدس وتغيير معالمها العربية التاريخية وكالة غوط وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تفاجو بين الفينة والأخرى لاجئيها المشردين بتراجع مساعداتها المالية والعينية بحجة تراجع دعم الدول المانحة لبرامجها الإغاثية إجراءات وكالة الغوط في تقريس خدماتها اعتبره مراقبون أنه ينسجم مع مطامع الاحتلال بإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين وسرقة حقوقهم اللاجئون الفلسطينيون رفضوا ما تقوم به وكالة الغوث وقاموا بخطوات احتجاجية سلمية حيث علق اتحاد العاملين بالوكالة العمل في المرافق الإدارية بالضفة الغربية المحتلة وقطع غزة وأغلق مقر رئاسة في حي شيخ جراح بمدينة القدس المحتلة النظام التركي يؤلن عن تسريح نحو 15 ألفا من الموظفين والعملين بالجيش والشرطة بذريعة محاولة الانقلاب التي استغلها رجب طيب أردوغان لتصفية خصومه ومعارضه يواصل أردوغان إجراءاته العقابية العشوائية لتصفية خصومه ومعارضيه بذريعة المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا في الآوينة الأخيرة حيث تم تسجيح نحو 15 ألفا من الموظفين والعملين بالجيش والشرطة وكالة رويترز أشارت إلى أن سلطات النظام التركي أصدرت مرسوما رسميا تم بموجبه عزل 15 ألفا آخرين من الموظفين العموميين والعاملين بالجيش والشرطة وإغلاق أكثر من 500 مؤسسة ووسيلة إعلام بسبب صلاة مزعومة بمحاولة الانقلاب التي جرت في تموز الماضي على الخط نفسه تم تسجيح قبرابة ألفين من أفراد القوات المسلحة التركية وأكثر من 7500 من الشرطة وأربعمائة وثلاثة من الحرس الأهلي هو أكثر من خمسة آلاف من المؤسسات العمومية وإغلاق أكثر من 550 مؤسسة وثمانية عشر منظمة خيرية وتسع وسائل إعلامية بذريعة محاولة الانقلاب نفسها نظام أردغان يواصل حملته المسعورة تعتقال وتصفية خصومه حيث بلغ عدد المعتقلين على خلفية محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف تموز الماضي أكثر من 70 ألفا من العسكريين والشرطة ورجال القضاء إضافة إلى تسريح مائة ألف وعشرة آلاف من العاملين في مختلف المؤسسات التركية وإغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام وارئ في البلاد وهو ما لاقى انتقادات دولية واسعة أوقفت أجهزة الأمن الروسية خلية تضم 27 شخصا تقوم بتجنيد أشخاص للإنخراط في صفوف تنظيمات إرهابية في أفغانستان ونقلت وكالة تاس عن السلطات المحلية في إقليم بيرام الروسي قوله قولها إن جميع الموقفين مهاجرون من دول آسيا الوسطى وينتمون لجماعة متطرفة مضيفة بأن قرارا قضائيا صدر بترحيلهم من الأراضي الروسية وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أوقف مؤخرا خلية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي كانت تخطط لشن هجمات إرهابية في موسكو وسان بوتروسبورغ قتل ثلاثة ضباط من الشرطة العسكرية الباكستانية وأصيب ثمانية أشخاص جراء تفجير إرهابي بأبوة ناسفة في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان ونقلت وكالة الأسشيات دي برس عن واجيد خان إن مسلحين مجهولين فجروا عبوة ناسفة عن بعد أثناء مرور قافلة للشرطة العسكرية ما أسفر عن مقتل ثلاثة ضباط وإصابة ثمانية أشخاص بينهم مدنيون ولم تعلن أي جهة مسؤولية عن الهجوم غير أن مدينة بيشاور تقع قرب منطقة قبلية ينشط فيها عناصر من تنظيمي داعش وقاعد الإرهابيين وقد تعرضت المدينة على مدى سنوات لاعتداءات مسلحة ضرب زلزال قوي قبالة فوكوشيما شمال شرق اليابان ما أدى إلى حدوث تسونامي قرب محطة فوكوشيما المنكوبة غير أنه لم يتم تسجيل أي أضرار بشكل فوري يبدو أن كارثة فوكوشيما في أذار عام 2011 لن تكون الأخيرة حيث ضرب زلزال قويا قبالة فوكوشيما شمال شرق اليابان ما أدى إلى حدوث تسونامي قرب محطة فوكوشيما المنكوبة حيث لم يتم تسجيل أي أضرار فورية وكالة أنباء النقلات أن زلزال وقع بقوة 7.4 على عمق عشرات الكيلومترات حيث أعلنت شركة كهرباء توكيو التي تدير المحطة النووية المنكوبة عن تسجيل تسونامي بارتفاع متر على الساحل بالقرب من المحطة أثر زلزال كما تم توقف العمل بآلية تبريد بركة الوقود المستنفذ في المفاعل النووي الثالث داخل المحطة لفترة وجيزة إلى ذلك تم تسجيل تسونامي بطول أكثر من متر على ساحل سنداي في ولاية مياجي بعد تسجيل موجات تسونامي سابقة طولها عشرات سنتيمترات كما حذرت السلطات من خطر حصول موجات أعلى قد تصل إلى ثلاثة أمتار وأعطيت أوامر بإجلاء العديد من المناطق سحبنا القوارب من البحر خش تحدوث موجات تسونامي وقد فعلنا ذلك في المرة الماضية أيضاً يذكر أن اليوبان تشهد سنوياً أكثر من عشرين بالمئة من الهزات الأعنف في العالم ففي آذار عام 2011 تسبب زلزال ضخم بتسونامي خلف العديد من القتلى وأحدث كارثة نووية في محطة فوكوشيما النووية إلى العنوين السيد الرئيس بشار الأسد يقول أن الدعم الروسي لسوريا ساهم في التخفيف من معاناة الشعب السوري الجعفر يؤكد أن استمرار بعض الدول بتشويه الحقائق وتسييس الملف الإنساني يهدف لخلق كيان ودولة للإرهاب داخل سوريا سلاح الجو في الجيش العربي السوري يدوكو معاقل الإرهابيين في أرياف إدلب حماو حلب ويلاحق تكفيري جبهة النصرة في ريف اللاذقية مني ومن جميع العاملين في هذه النشرة وكل التحية دمتم بخير بأمان الله اشتركوا في القناة